بسم الله والسلام على رسول الله. السلام عليكم بخياتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله. يوم يا ابنات قبل ما نبدأوا الفيديو كيما دايما نقول لكم ما تنسوا نشبجام والاشتراك للقناة وتأكدوا بلياكم فعلي نجارس هكذا باش يلاحقكم كامل جديد تيالي. لكي ابنات كيما راكم تشوفوا هنا جيتكم فيديو تا محبوب الجماهل مقروط اللوز اللي كامل نحبوه ويعني ما كاش واحد يحبو ما نستغنوش عليه في الاعرس دينا. دوك هنا البنات وشاحان دير عندي اللوز. هاو اللي كيما راكم تشوفوا مقشر ولازم يكون ناشف ملح. يعني لم ردته في الضرخ اللي وهي ناشف ملح يعني ما تحمصوه ما والو رحيتو كي ماشتو هكذا كفروبو. انا اللوز البنات درت ستمائة غرام تاع اللوز. وهناي كي ماشتو البنات وزنت يعني النصف الكميات اللوز اللي هي ثلتمائة غرام تاع الثلتمائة غرام تاع السكر عادي يعني ماشي سيخ غلاس. سكر عادي. وشاني ندير هنا عندي تلت حبات تاع مبشور ليمون. اراني تلت حبات قارس هاني نسكرفج فيهم. نحولهم الزاست تحمل. البنات القارس كي تسكرفجوه ما تحبطوش حتى لها ديك القشرة البيضة هكذا باش ما يتلق لكم شا ديك المرورية ديالو. نوك وخيرو قارس يكون صفر انا هنا يعني هدا لي كم توفر عندي يعني بخلط فيه شوية الصفر وشوية الخضر. اه ديرو هداك القارس ليكون صفر وخيرو اللي تكون القشرة تاعو خشينة. هكذا باش يعطيكم كمية مليحة تعزز. يعني ذو كاتك له وقت واحد يختار من الفرصة. كل مرة يعني تشري وماشي شرط يعني تشريوه على مرة وتخبيوه. كل مرة شروو شوية كيلو سكر في جوه ديرو في الكنجراتور. هكا في الصيف يعني يكون رايحين تحتاجوه. وهنا بنات كي ما شتوه درت حبه تاع البيد فقط حبه بيد. واني نزيد نرش هنا كما كنت شوفو عندي ماء الظهر. يعني هاته طارقة البنات اراه هو سر من اسرار نجاح المقروط اللوز ولا المخبز اللي يحب دي المخبز نفس طارقتو كي ما مقروط اللوز. يعني هدا هو السر باش المقروط اللوز تاعكم للمخبز يجي مع السلحة لدخل يعني شتوكي قسمت الحبه كيف اسجد. وهنا نزيد اللوز ديالي يعني نرميه كامل على مرة ونبقى نعجن فيه. هنا اه الهدف اللوو اللي درنا البيد مع مع المزهر انه السكر هدا كي تعسل وهنا البنات كي تزيدوا اللوز تاعكم الى كان شفتوا اللوز تاعكم مازال مخصوص تقدروا ترشو كيف كيف بالمزهر يعني انتو ما في الاول هادك السكر ما تشمخوش بزاف بس كي ما كوما ما ندرت كمية قليلة برك تعال تاع اللوز يعني ستمية غرام فقط وهنا مع الاخر كي ما شتو زدت مغرفة كبيرة بتاع الماغاغين. فال يعني ماغاغينا حتخليه يجي طري الاطول مدة يعني المزهر او رايح يعسلو من الماغاغينا حتتعطيلو طراوة طراوة يعني هن كي ما نعفو تعطيلو دوق تاني. هنا البنات يعني هجيب هادك المقروط اللوز تاعي لي كنت عجنتهم مليح يعني عجنت خيبيا ونجي نفتح الحربوش هنا اللوز لبنات يعني شوفوا ما وش يتشقق لي كامل كايندفوات كي ديروا الحربوش يبدا يتشقق لها قاعدتيك ما يعني نخدم بالحربوش كبير يعني قطع لي نقول واحد خمستاش نحبه على مرة. دونك شوفوا ما روي يتشقق ما روي يتقطع يعني ما يسرى لو حتى حاجة. هادا راجع لانه اللوز يعني قطعناه اه حفو نرحيناه متوسط يعني ما ترحي واش بوضغ كامل كيمة تعليف خوي ومشي كيمة تعال بقلاوة يعني بناتهم يجي ما راهو رقيق ما راهو خشين ويعني سيبالاب هنت غربلوه انا صراحة ما نغربلوش كاين بزاف اه يقولوا لي وش من النموة تعال الغربة لتغرب ليه انا يعني ما نغربلوش روبو لي عندي يعني يرحيه لي ما شاء الله هاي اللي كشوفوا الحبات هنا البنات يعني هنا درت ستمائة غرام تعال لوز قطعت لي بالضبط عشرين حبه دونك اللي حبت تدير ربعين حبه يعني كيلو ميتين غرام تعال لوز اما رايحين يقطعوا لها ربعين حبه يعني ربعين حبه الحبه الله يبارك يعني شوفوا قد منها والا شوفوا يعني راي قد هدوك ربع سباعتين يعني تجي الحبه ما شاء الله يعني كما نعفو مقراط اللوز اه تجي الحبه تاعه كبيرة هكذا باش تعمر ونبقى يعني نقطع فيه ونسقم في اللي كوتي هادوك هنا راني دائرت وفي سنيوة درت لها فابي كويسون من تحت وسترشيتها آبين بركب الفارينة هاكذا باش سيغو نضمنو ما يلسقناش بسكعلها راهو مع السل بهالطريقة يعني يجيكم مع السل ما شاء الله هنا البنات بعد ما طاب مقراط اللوز اعي شوفوا كيفاش يطيب يطيب غوز يعني ما طيبوش حمر بزاف هنا نعتاد الكاميرا كون دائرتها بالمقلوب ما فقت لهاش يعني سمحوا لي دون كما قلتكم الفورنتاعكم قبل ما دخلوا مقراط اللوز سخنوا على اعلى درجة ونبعد نقسوه كامل على نقوله مئة وستين حتى مئة وثمانين درجة وخليوه يعني طيب مدت تمنى دقايق يعني شوفي سيغاوين مقراط اللوزي لحق 10 دقايق داخل الكوشات تمنى دقايق تكفيه وزياده شتو كيفاش يطيب حمر لداخل دوكاتي كهنا البنات وشحن دي رح نجي نسكر مقراط اللوز تاعي وش درت له هنا يا درت الماء ولافاني وهنا يعندي لغوم تاع المظهر يعني زهرة البرتوقال ندير لغوم تاع المظهر هنا الداخل درت شوية ما شوية لاظاني واني رايح نزيد المظهر يعني هاد المظهر اللي بنات ستكون يعطي له دوقه بزاك هاي بسخته هاد المظهر هذه يعني ما شاء الله الله يبارك ولكن توم يعني عندكم مظهر تاع القرع ديره واحدهم ما تخلطوه ليش الماء هنا وش درت في اللوول درت مغير فا كبيرة تع سيكري كلاس ومغير فا كبيرة تعال فارينا هكدا يعني تسكر تعنا ورايح ينجح لكم وما يتشمخش وما يبش يعني هدا سير من اسرار تسكر يعني نستعملها في الكعيكعات في مقروط اللوز في التشارك يعني حتشوفوها معايا في عدة وصفت يعني كان سبق اللي ودرتها لكم يعني كونو شافوها المشتركات القدم اما بالنسبة لمشتركات جدد يعني اقول لكم طريقة اسرار تسكر يعني فيديو واحده بالتفاصيل اللي حب تروح تشوفو تكتب تسكر نان وقاطو يخرج لها نوكك تشوفو ندخل مقروط اللوز تاعي دخلا وخرج يعني ما تخلوه شي طول ونقطروه مليح اللي بناه التاني سير الاول هي هديك الخلطة اللي درناها نغطسو فيها ما ندير الشربة تانا يا ندير هادية والسر تاني باش يعني الادك تسكر مايتشمخ لكمش ما يطلعش خلوه يقطر مليح يعني خلوه في غرضه يعني ما تزربوش عليه ولا 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 ونبدأ ندير الداخل في السكر بيانس يقول يتكونو غربلته غربلوهم مليح السكر تاعكم هاكدا باش يلسق مليح يعني لا كانو في حبيبات ولا يعني تسكر تعكم ما وش رايح ييجي شباب ويجي محبب من الفوق يعني نبقى ندير بالعقل وندير الداخل ندير بالعقل وهنا شوفوا البنات من تحتها شوفوا دوك نوري لكم الكائن حبات ليبقى ويقطره التحتانيين نوك لازم نمسح لهم من تحت بالبابشي هكذا باش نضمن السيوغ يعني تسكر تعيم وحشي يتندى ويتشمخ لي نحطهم في صاشي نغلق عليه ونخليهم يعني تكوتي خلوهم حتى لاربع ساعة كي تكون عندكم كمية كبيرة ديروها في جفنة وغلفوه من بعد يعني واحد العشر دقائق اربع ساعة ودولي وله شوفوا هنا البنات سكر يعني يشد فيهم ما شاء الله هنا يعني اللي يقولون البنات منصحكم تسكروا بهم ما يخلي وش كامل لطراس شوفوا الحبة كيفاش تجي ما شاء الله مسوحة يعني نعتدر مع باش كيفاش تقلبت لي الكاميرا وما فقت لها شوفوا تسكر كيفاش يجي البنات مرايا يجي ممسوح ما فيش قعليت خاص تعليد يعني هذا راجع لانه خليناها قطر مليح ويعني بقى مندي برك ملفوق هادك تندي يالي كانت ملفوق يعني شربها سكر وبعد يعني بدل نحي هادك سكر زايد برك ونشوف فارغ نزيد نعمر له شوية ميسينون بقى نليسي في هاكا بيدي يعني هنا في هاد المرحلة يعني ما تحقوش كامل تزيدونه من الفق شوفوا الحبة كيفاش تجي الله يبارك حتى نكمل كامل آه الكمية يعني وبهاد الطريقات ضمنه البنات يعني تسكرت عكم ما ورا يحي قعد طريق ما وش رايح يبس لكم يعني بحكم التجربة يعني جربت على الاخر تعشربات هادا يا دوك هنا البنات نجوز ولا ديكوراسيون عندي هادك المول اللي راكم تشوفوا فيه يعني كان سبق لي وخدمته عدة مرات معاكم اه يعني باش ما نجيش الفيديو برك بزاف طويلة وهنا يا البنات هنعلمكم كيفاش تخدموا الميتة ليك يعني يخرج لكم روعة 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 صدقوني اه بزاف بزاف طوف يعني كان بزاف لي كانوا سقسوني هنا عندي هاد الميت الناكخة هادا ليكم تشوفوا فيه تعلم بوختاسيون يدير خمسمية وعشرين هالف القرعة وعندي هنا يا اه روح الفاني ولا نوكها تاع الفاني تاع الفاغوم لي كنت وريدها لكم تاع لا مخك سمايل فالا شوفوا هنا دي جا غير قطرت هادك اه روح الفاني كيفاش اه ولت لا كولا اغتحها يعني هنا هنا يعني نفس القرعة بك هني معمرتها في القرعة الصغيرة انا باش نوري لكم لا مخك برك ويعني لكي تشيروها لازم تكون تخصص بخصص كما راهي في القرعة نبدأ ندير بالعقل ونحرك بالبنسو شوفوا يعني تمثلكم واحد واحد لا كولوغ عجب عجب جيب الزاف شابه شوفوا الله يبارك تبان ذهب وهذا تاني راجع النوعية تاع ناكخة هاداك هنا البنت فقط برك للإشارة هاد ناكخة ما تقدروش تديروه دي جاكتومون فوق فوق الحبة تاع القاطو ديروه غير فوق لها ديكوغاسيون لي ما تنتكلش كما هكذا باتاشيخ بسك مكتوب فيها الباطا بليك غير صالح للأكل يعني كايم بزاف حلواجية تربية هديهم هادا وش نقول شوفتهم يخدموا به فوق الحلوى دي جاكتومون هنا يا هاولي كعني هاداك مقلوط اللوستاعي بعد ما كنت سكرته كامل وذلك يعني درت له وغربت له شوية السكر من فوق هنا عندي طليا تديروها البنات تكون تقيلة يعني بلوندوف مشي طلي يعني درت بلوندوف وتقلتها بسيك خي غلاس غلاس هاج غواية نسموها هادا يا هو يعني الواحد اللي سقلي فوق فوق السكر يعني سييت بالطليا طليا تشمخ تشمخ السكر وماتي بش بالخفة حتفسدلي كامل الاخر تاعي مقلوط اللوست ديالي من صحكم يعني ديروا قلاس هاج غواية هو اللي اه هو اللي تلسقوا بي يعني شوفوا الحبة كيفاش تجي ما شاء الله قلاس هاج غواية اللي هو عبارة عن بايد البيض ونطل يعني نتقلوا بسيك خي غلاس فوالا هايلي كان البنات مقلوط اللوستاعي كيفاش جاء ما شاء الله الحبة كبيرة جاتري الله يبارك نعنا كانت يعني بنات بالنسبة الرقم الهاتف هاوليك اللي اه حبت يعني دير طالبية ولا مرحبا بيها فالا هندوك نقسم لكم حبة باش نشوفوه كيفاش جاء يعني شوفوا الله يبارك غير نحط الموس يعني يحبط ماشي قال تتقسم باسك باسك فغيمو فغيمو البنات يجي مع السل يجي طري الله يبارك ما شاء الله ننصحكم بزاف تجربوا هاد طارقة تستعملوها كسوسوى للمقروط اللوز ولا للمخبز احي يعطيكم نتيجة اكتر من رائعة انا البنات مبقالي يعني اغيقلكم دمتم في رعاية الله وحفته والسلام عليكم اشتركوا في القناة